أسد الله صباحكم بكل خير مشاهدي على فاضل أهلاً وسهلاً بكم إلى أولاً لنشراتنا الرياضية لنهار اليوم البداية بأهم ما جاء في الصحف الرياضية المحلية الصادر اليوم ثلاثاء الموافق للفاتح ديسمبر 2015 البداية مع الشباك التي عنونت في صفحتها الرئيسية سراع الذهب في إشارةين إلى ثلاث المرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2015 ويتعلق الأمر بالبرازيلي نايمار دا سيلفا مهاجم بارشلونة وأيضاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم بارشلونة هو الآخر وأيضاً نجم ريال مادريد الإسباني البرتغالي كريسيانو رونالدو الشباك قالت بأن ميسي هو الأوفر حظاً نظراً للربعية وأيضاً للموهبة التي يتمتع بها الأرجنتيني وأيضاً كتبت بأن نايمار يقتحم الثلاثي للمرة الأولى في تاريخه وكريسيانو رونالدو يتسلح بسلاح الأرقام القياسية والإعلان عن الصفقة سيكون في 11 جنوبي 2016 إلى المدربين ومع الشباك دائماً قالت الفيفا تختار سانباولي أنريكي وجساب جوارديولا وتبعد مصي مليانو أليغري في ظلم جديد اعتبرت الشباك لليوفي مجدداً بعد إبعاد كارلوس تيفاز من ثلاثي المرشح لنيل الكرة الذهبية فالمدرب الإيطالي قدم موسماً كبيراً مع اليوفي واستطاع أن يقصي ريال مدريد وبوريسيا دورتموند في مسابقة دور أبطال أوروبا كما أنه قدم مباراة نهائية وكبيرة بملعب برلين ضد برشلونة في دور الأبطال مع الشباك دائماً كتبت تشيلسي لنيا بيع ديغو كوستا لهذا السبب والسبب قالت عنه اليومية هي الإحصائيات التي تميلوا لصالح الإسباني في مرحلة العودة رغم مشاكله مؤخراً مع مورينيو آخرها اللقطة الغريبة والمثيرة في ملعب الوايت هارتين ضد توتنام هوتسبيرس في آخر جولة قرار مورينيو الاحتفاظ بديغو كوستا بسبب نقص فعالية فالكاو لذا في تشيلسي سينتظر وانتهدأ الأمور ليعيد كوستا إلى التشكيل الأساسي وفي خبر آخر قالت اليومية الرياضية بأن جوارديولا سيجدد عقده مع الباييرن قريباً هذا ما جاء على لسان المدرب الإسباني وهذا في تصريحه لصحيفة بيلد الألمانية حيث قال مدرب البارس السابق بأنه يستمتع حالياً في مدينة ميونيخ رفقة عائلته وقضية انتقاله لمانشستر سيتي ما هي إلا شائعة إلى يومية كومبيتيسيون نتقاب الفرنسية نشرت في إحدى صفحاتها حواراً لمتوسط ميدان اتحاد العاصمة نسيم بوشاما الذي أكد بأن التتويج باللقب الشتوي هو مصدر الثقة بالنسبة للعبين فيما تبقى من البطولة ومن مباريات العودة كما كتبت اليومية بأن بوشاما عاد إلى التشكيل الأساسي بعد معاناة طويلة مع الإصابة مع كومبيتيسيون دائماً وفي موضوع آخر تناولته اليومية عن العقوبة المسلطة على لاعب مولودية الجزائر بن براهم الذي عقب من طرف إدارة مولودية العاصمة بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم كغرامة مالية جراء ما بدر منه في قسانطينة بعد عدم اقحامهم من طرف المدرب مزيانغيل وردت فعل اللاعب السلبية والتي أحيل على إثرها إلى المجلس التأديبي للفريق ننتقل الآن إلى يومية لوبيتور ننتقى بالفرنسية أيضاً تطرقت في إحدى صفحاتها إلى موضوع فاقستيف الذي يستهدف اللاعب المغترب غزوي في الميركات الشتوي وعنونت بخصوص هذا المغترب غزوي ضمن اهتمامات حمار مؤكدة بأن اللاعب يمتلك جواز صفر جزائري وينتظر وصول تذكيراً من أجل الحلول بالجزائر للتفاوض مع إدارة النسر السطيفي مشهرة في ذات الوقت بأن اللاعب مستهدف من طرف رئيس شبيبة القبائل أيضاً محان شريف حناشي الذي يراقب اللاعب غزوي أقول عن كثب